صلاة الجنازة صلاة الجنازة وهي من فروض الكفايات وكيفيتها ان يوضع الميت بين يدي الامام رأسه عن يمين القبلة ورجلاه عن يسارها ويقف الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة وتؤدى صلاة الجنازة بأربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيره ويقرأ بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت باخلاص والافضل ان يكون بالدعاء المأثور ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وان سلم تسليمة ثانية فلا بأس لورود ذلك في بعض الاحاديث والحمل إذا سقط لأكثر من أربعة أشهر صلي عليه لحديث السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وتشرع الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ولا تجوز صلاة الجنازة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ماتوا ماتوا